لها سؤال آخر ستة محمد إن أخوها متجوز على أختها على زوجته زوجة أخرى وعنده منها أربع أولاد ويهملها تماماً وبعد كده تغير من والدي ما بقاش يكلمهم ومن إخواته البنات يبدو عشان أنتوا بتنصحوه فما بقاش يعني عايز يكلم حد فبتقولي حي ما حدش بيكلمه خالص أولاً أنا يعني أحب إنه يبقى فيه واحدة من نوكو بتكلمه ولو من وقت للتاني عشان تلحقوه أصداد كده يعني ماشي مع نفسه بدماغه فالإنسان بيحتاج للنصيحة مش كل أفكاري ومشاعري بتبقى سليمة ساعت بتبقى تهيئاتة نعيش فمين اللي بتردني النصيحة الطيبة لما نخصمه كلنا مين حينصحه ده وواضح كده اللي يخصم والديه هو فيه بعد كده اسم هو فيه بعد كده تخبط لو قصد أخوكي ده الإضرار بزوجته يأسم أي زوج بيقصد الإضرار بزوجته يأسم فإنت رايح تتجاوز عليها عشان تضرها أو توقع ضرر عليها يبقى أنت تأسم ومعندكش سبب داعي إلى ذلك ولا ينبغي كمان الطلاق أنه يطلقها من غير سبب وعنده أربع ولاد وإسم القطيع عليه عقد الزواج من أخطر العقود في الشريعة الإسلامية أخطر عقد أخطر عقد كتبت ومضيت وفعش تستهتر به وبقى جات على هواك واحدة رحت تتجاوزها فترمت تانية أم العيال بقى مع نفسها وأنت بقى عايش حياتك حتى لو بتعمل إيه يعني الإنسان لابد أن يتذكر ما له وما عليه ولا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر ونفس الكلام بنقوله للنساء أنت كرهتها في بعض التصرفات بس أكيد ربنا كرمك وأعطاك وجعلها برضو سبب معاك أنه يبقى في الأولاد إن كره منها خلقا رضي منها آخر ما نضيعش حقوق بعض يبعث هذا يوم القيامة وشقهما المفضوح بقى على رؤوس الخلائق إن ده لم يعدل بين الزوجتين أنا النهار ده أخويا ده ممكن يأزيني بنتجنب الأزية ونسيب الباب متوارب كده من دون نية القطيعة أبدا 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 ولازم يبقى فيه اتصال معاه لعل نصيحة منكم تنور طريقه وادعوله بالهداية وصلاح الحال وإن ربنا سبحانه وتعالى ينور بصره وينور بصرته